حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا في مجال دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تدشين مبادرة تنهي الأولى من نوعها على مستوى دول المجلس التعاون الخليجي بهدف دمج هذه الشريحة من الطلبة في الحركة الكشفية دشن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مبادرة تحمل عنوان معا نرسم البهجة ونعزز ثقافة الاندماج والتي أطلقتها الوزارة مؤخرا ونجحت في مرحلتها الأولى في ضم 68 طالبا من جميع المراحل الدراسية بمدارس الدمج الحكومية من ذوي الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية إضافة إلى 40 طالبا كشافا يشكلون فريقا للدعم والمساندة مع تنفيذ ورش تدريبية للقادة والكشافين بشأن كيفية التعامل مع هذه الشريحة من الطلبة وخلال حفل أقيم بصرح ميثاق العمل الوطني أكد الوزير أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير سياسة دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وفي الأنشطة الطلابية ومساعدتهم على تحدي ظروفهم الصحية لتحقيق النجاح والتميز على الصعيد الدراسي والاجتماعي مشيدا بجهود إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي سيكون لها دور مهم في تعزيز قيم التعاون والعمل التطوعي والجماعي لدى الطلبة بما يعزز من حضورهم الاجتماعي هذا وعبر عدد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة عن سعادتهم بخوض تجربة المشاركة في الأنشطة الإرشادية أفرق الكشفية أضافت للكثير وحقيقة قسم الكشوفة رحبوا فيني كل الترحيل في وزارة التربية وبالأخص جمعية الكشوفة البحرينية برئاسة سعادة وزير التربية والتعليم الكشفية أضافت نثقة للنافس وأيضا أنا كنت موهوم في عرافة الحفلات والمهرجانات أيضا خذت واستثمرت في موهبتي حين أنا صرت عريف لحفلات ختام أنشطة أو أنشطة أو فعاليات قسم الكشفية في وزارة التربية والتعليم نحن كأصحاب همم حقيقة مع الفرقة الكشفية أبد ما حسينا أننا غير عنهم جسديا بالعكس رحبوا فينا كل الترحيب والجميل أنه وثقوا فينا وعطونا مهمات صعبة ونحن الحمد لله إنها قدها وأنا أود شكر جزيل حكس عادة وزير التربية والتعليم رئيس جمعية كشافة البحرين كشافة البحرين يعني أقدر أقول إن هاي شيء يعني أنقلني من مرحلة لمرحلة الثانية بحياتي كامل علمني شلون أعتمد على نفسي علمني شلون حب الولاء والانتماء للوطن طبعا كل هاي بفضل سعالة الدكتور ماتبعي النعيمي وزير التربية والتعليم هاي اللي عطاننا هالقوة وهالحافظ الكبير هاي اللي خلاننا نندمج مع الأشخاص العاديين وخلاننا نشوف حياتنا حكا حياة طبيعية وكل هاي ببركاتة يعني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وبسعالة الدكتور ماتبعي النعيمي أولاً في الشافة يعني من ميزاتها العديدة إنها تحتضن كل الفئات العمرية وتحتضن كل من أراد أن ينظم إليها والكشافة لا تقف على أحد ومن كان معاق من كان أي شي فيه فهذا ما يعيق ما يعيق أن يدخل في الكشافة فالإعاقة طاقة أضافت لي المرشدات حب الوطن والولاء للملك وأضافت لي أيضاً الاندماج مع المجتمع وقام وزير التربية والتعليم بتجشين شارة المبادرة وتكريم جميع الكشافين والقادة المشاركين إضافة إلى تكريم فرقة العطاء للطالبات المرشدات من فئة الصم والتي تمثل تجربة فردة من نوعها على مستوى المنطقة ترجمة نانسي قنقر